بعد مرور ذروة الحالة الجوية الماطرة التي شهدتها عموم مناطق الدولة استمرت التأثيرات غير المباشرة لمنخفض الوسم حيث هطلت الأمطار مجددا منذ ساعات الصباح الباكر اليوم على مناطق متفرقة من إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين قبل أن تنتقل إلى المنطقة الوسطى من الدولة باتجاه الفاية وابن الرشيد وطريق مليح الشارقة وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة هذا وتوقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون التقس غدا الأحد غائما جزئيا بوجه عام وتظهر بعض السحب على البحر والجزر مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع الله من خلال من خلال اشتركوا في القناة